لو عايزة كعب رجليك يبقى مورد زي الورد وملمسها ناعم جدا وتكون بيضة زي الشمع بدون بقعدكنا ولا خلايا جلد ميت وتكون يمشي كده وانت واسقة في نفسك بدون اي احراق تابعي معايا الفيديو للنهاية هنعمل انهاردة وصفة جبارة هنزيل بيها خلايا الجلد الميت هنخلي كعب رجلينا لونه زي الورد وكمان هنزيل الاسمرار والبقعدكنا اللي موجودة في القدمين عايزة اقول لكم يا بنات ان اكتر حاجة ممكن تقفي للراجل من مراته او اكتر حاجة ممكن تقفي للراجل عموما من اي ست ممكن يشوفها كعب رجليها لو كعب رجليك مورد رجليك لونها ابيض ملمسها ناعم جدا جدا اكيد هيبان ان انت مهتمية بنظافة جسمك الشخصية لو كعب رجليك مشقق شكله وحش جدا فيه خلايا جلد ميت كتير هتعرف فيه او هيعرف ان انت مش مهتمية بنظافة جسمك الشخصية عايزة اقول لكم ان دي اكتر حاجة ممكن تقفي للراجل من مراته او اكتر حاجة ممكن تقفي للراجل من اي ست عموما هنعمل النهاردة محلول جبار لو استخدمتيه مرة واحدة بس كل اسبوع رجليك هيبقى ملمسها زي الحرير كعب رجليك هيبقى مورد زي الورد وهتكون بيضة زي الشامة اول حاجة هنجيب حاجة واسعة تجيبي بولة واسعة كبيرة علشان هنبتدي ان احنا نحط رجلينا فيها وهنبتدي نجيب مية سخنة دي اول حاجة هتحطي حوالي نص البولة مية سخنة بالشكل اللي انتو شايفينه ده احنا مش عايزينها تكون سقعة او فترة لا احنا عايزينها يكون فيها سخونة شوية بحيث برضو ان الرجل تبتدي تستحمل السخنية بتاعة المية اول حاجة هنجيب معلقة كبيرة من الملح والملح مفيد جدا جدا بيزيل المكروباط بيزيل الجراسيم بيبوش الجلد الميت بيديله كده بصوا لو سبتي رجليكي في شوية مية وملح بس شوية هتحس ان الرجليكي بدأ يتبوش هنضيف كمان معلقة من الكربوناتو يبقى معلقة من الملح ومعلقة من الكربوناتو وهنقلب لحد ما الملح يدوب هو قريدي هيدوب لوحده لان المية سخنة هضيف كمان معلقتين كبار من الخل الخل الابيض العادي بتاعنا اول ما هتحطي الخل على المية اللي فيها الكربوناتو والملح هتبتدي تفور بصوا الفوران ده عايز اقول لكم ان المحلول ده لو حطيتي في رجليكي هيزيل خلايا الجلد الميت هيزيل طبقة كاملة من الجلد اللي موجودة على القدمين وكمان هينعم الجلد جدا بيدي له نعومة فضيعة يعني جعب رجليك هيبقى ناعم جدا جدا وكمان هيبقى ملمسه زي الحريق هنضيف كمان حوالي معلقة من الشوار جل اي شوار جل اللي موجود عندك استخدمي هناخد بس معلقة بحيث ان هي تديلك برضو ملمس ناعم جدا لما تيجي تزيل خلايا الجلد الميت هنستخدم الحجر طبعا بتاعنا الحجر بتاع القدمين بتاعك الخاص بيكي هتبدأ تحطي معلقة من الشوار جل وتقلبي المحلول ده كويس جدا بعد كده تاخدي بقى رجليكي وتسيبيها في المحلول ده لمدة نص ساعة لحد ما تحس ان رجليكي بدأت تبوش الجلد الميت هيبتدي ان هو يصغر هتلاقيه بايش ويبتدأ ان هو يطرع معاكي هيبقى سهل جدا جدا ان احنا نزيله هنسيبها لمدة نص ساعة بعد ما تخلصي اليوم بتاعك بالليل ابتدي ان انت اعملي المحلول ده بصي جوزك لو رجع ولقى كعب رجليكي مورد وناعم وشكله لطيف عايز اقولك ان هو هيبقى في قمة السعادة حاجات بسيطة جدا جدا لو اهتميتي بيها بصراحة بتخلي المظهر العام يعني شكله كويس وانت شخصيا بتبقى فخورة بنفسك او بتبقى مبسوطة باللي انت بتعمل بعد ما هنحط رجلينا نص ساعة في المية اللي فيها المحلول ده هتبتدي ان انت تجيبي الحجر بالخاص بيكي وتبدأ ان انت تمشي على كعب رجليكي كويس جدا تتمشي بقى على الكعب وحوالين الضوافر والعقلة اللي بتبقى الصمرة اللي بتبقى في الكعب من فوق برضو هتمشي عليها بالحجر اللي هو اللي معينا ده يعني انا عايز اقول لكم ان انا عملت المحلول ده واستخدمته كعب رجليكي كان شكله بصراحة بيتغير مية وتمانين درجة ابسط حاجة ممكن تعمليها تجيبي شوية مية وملح وتبدأ ان انت تنظفي كعب رجليكي بالحجر وهيزيل خلايا الجلد الميت وبيخلي القدمين شكلهم يعني لطيف بيزيل خلايا الجلد الميت وبيخليها نعمة جدا بيزيل طبقة كاملة من الجلد اللي بيخلي اصلا شكل الرجل مش كويس فهنبتدي ان احنا بعد ما نزيل خلايا الجلد الميت نبتدي بقى ان ننشف رجلينا كويس جدا وانت بدأي تستخدمي عندك بصي ثلاث اختيارات المتوفر عندك استخدمي ممكن تستخدمي المرطب اللي انا عملاي انا عملا المرطب ده حلو جدا جدا يا بنات للقدمين وبستخدمه كل اسبوع على القدمين بعد ما بعمل المحلول ده بيرطب الجلد وكمان بيدي لون حلو جدا جدا لكعب الرجلين وكمان ممكن تستخدمي الفازلين الطبي بصوا شكله توحف بصراحة يا بنات بيدي طراوة وترطيب للجلد وكمان بيدي لون حلو جدا جدا لكعب الرجلين بعد ما بيتخلصي الروتين اللي احنا عملنا ده لو ما عندي كيش المرط ده ممكن تستخدمي الفازلين الطبي فابسط حاجة ممكن تستخدميها وبردو النتيجة تطلع كويسة جدا الفازلين الطبي اكيد موجود عندك بعد ما تخلصي ادهيني كعب الرجليكي بحطة صغيرة من الفازلين الطبي وابدقي البيسي الشراب اللي هو الشراب المخصص اللي هو عام زي البلاستيك ده بدل ما تلبيسي كيس في رجليكي وانتي راح هتنامي لأ البيسي الشراب ده حلوي جدا جدا وممكن كمان تستخدمي كريم كارما بيت حلوي جدا جدا يا بنات بيزيل التشوقات بيرطب وبينعم الجلد لو عملتي الروتين ده كل اسبوع مرة واحدة عايز اقول لكم ان كعب رجليكم هيبقى ملماس وناعم زي الحرير ما هيبقاش في خلاج الجلد ميت نهائيا هيبقى مورد وشكله جذاب جدا جدا تقدروا تقربوه الوصفة بتاعتي وان شاء الله تعجبكم جدا الكريم كارما بيت هسيبه لكم في اول تعليق هسيب لكم اسم الكريم في اول تعليق مسبب للفيديو للبنات اللي مش حابة تستخدم الفازلين او حابة تستخدم المورد ممكن كمان تستخدمي مورد كعب الغزال حلو جدا جدا بيجي برضو مصيدلية برضو نتيجته كويسة وبيدي نتيجة حلوة جدا جدا لكعب الرجلي اتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو اشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان وصلكم مني اشعار بالفيديوهات الجديدة دايما شكرا جدا جدا للبنات اللي لسه معي لحد الان من وقت الفيديو انتظروا ان شاء الله مني فيديو جديد وقصوة جديدة ومعلومة جديدة اشتركوا في القناة